خنزر فيه صخر وقال له ذاك التحليل والتخربيق النفسي ما تديروش معايا راكان قال له فكرتيني في ايامات امريكا صراحة الخدمة معاك خوال هو يقول له صخر وانت ما تبدل فيك وانو باقي مراوغ وما كتعطيش راس الخيط هو يقول له راكان ايوا كل واحد فينا وعيبه دار عطيه بالطهر وغادي وقال له دوز عند الوالدة تشوفك ودير راسك يالله جيتي قال له راكان هي اللي ما تتعود توحشتها وتوحشت سيراج عشيري دار راكان كيدحك وطلع في المسعد لعند السيف وصخر غادي مبتاسم بتيسامة خفيفة غير تفكر غادي روو يجمعها مشل بلاسة فين كانت نعصة وحيض السيطار وبالله البياس خاوي خرج عينيه وبدأ كيقلب هنا والهي ويدفع في بنادمه احتاجات عينيه للممرد ديال قبيلة مشاش نقع ليه من حيث لا يدري وهو يقول له فين هي غادير فين هي الممرد بدا كيتفتف وقال را حولناها الغرفة بيما تكمل سيروم سخر كينخد فيه وقال له اين غرفة وهو يقول له الممرد طابق تاني انا غادي نبديك عندها سخر دفعه وقال له زيد قدامي تحرك الممرد وهو باقي كيتفتف بالخلعة وصخر تابعه مخنزر وكيصوت طلعه في المسحد وصل قدامه حق الغرفة بغا يفتح الباب وهو يقفزه قال لي شنو عندها وهو يقول الممرد كانت طال عليها السخنة وما واكلاش النهار كامل داك شي علاش فقدات الوعي حرك ليه سخر راسه بصاف فتح الباب وجات عينه عليها مستلقية في البايات ومنبسينها حواج المستشفى شعرها مطلوق ومسرح فوق الوسادة اللون بدأ كيرجع فيها وشفيفها مبقى وصدرقين جر كرسي وقلج جنبها هز يدو حطها على شعرها نازل بها حتى الأطراب عاود دار نفس العملية وهو كيتأمل في وجهها بدأت كتحرك في عينيها بغا تفتحهم وهو يبعد إيديه بالزرب حلاتهم كتشوف في السقف اللحظات ودورات وجهها وهي تشوفه قدامها بقيتش حال عينيها في عينيه كي تبادلوا النظرات لعدة تواني كان وجهه هادئ ما مغوبش بحال ديها تبسمات بلا ما تحز وهي تجمحها بسرعة بحالي لاستوعبات باللي راه فعلا قالت حداها قفزات وبغا تكعد جرات إيدها وهي تغوط تعقرات في البلاسة ديال الشوكة عقد حجبانه وهدر بصوت خشم قال لها شوية عليك مالكي كالطاري شافت فيهم عبسة وشافت في الشوكة ديال السيرون اللي مخشية في إيدها عاد هزات راسها كتشوف في الغرفة اللي باين عليها ديال مستشفى دهرت جهته بغا تثوله وهي ترتابك من نظراته اللي محيده مش عليها حضرات راسها وقالت علاش أنا هنا شنوق عليها صخر بقى ساكت وهي تقول فين هو سيف؟ قال لها باستهزها آه هو دايره في جيبه رجعت حضرات عينيها وحيدات عليها الغضاء كانت لبسة قصيرة فوق الرقبة وباينة ملبسينها لها على الحم قلسات وحطات رجليها في الأرض جات توقف وهو يزعزعها بصوته فين غادة بستعلامة؟ تبتي اللارد حسليك قالت بصوت كيرجف وعينيها مغرغرين بغيت نمشي في حالي ما هارفاش كيف درت حتى وصلت لنا سيف غد يكون كيقلب عليها قال لها صخر انتي بنت خمسة سنين ادج لي باش يقلب عليك سكت مدة وهو يقول شنوق انتي كتديري قدام المركز بقيت ساكتة وهو يقول لها رهزو بلتك قالت ما عرفتش أنا كنت في المصحة نطرات الشوكة ووقفات ومشات بخطوات مسرعة لجهة الباب فتحاته وخرجات كتجري في الكوروار حفيانة وتال فما عارفة فين تمشي غفلاته ما عرف كي دارت حتى خرجات ناطق فزت بحا ودرجوش خطوات وصل عليها وشدها من دراحة وزير شدة حتى تأوهات من الألم شاف فيها شوفها كتخلع وازدحمها لحايد قال لها فين غادم درمة واش هادرتي ما كتدخلش ليك الراس ما كنحملش نعاود هادرتي تحركي قدامي ورجعي البلاستيك تمشيت قدامه حانيا راسها حتى حسيت بشي حاجة على كتابها دارت وشافت فيه لقاته حييد المونتو ديالو ولاحوا عليها ابقت واقفا مدور وجهها عنده كتشوف فيه خشا يديه في الجيب ودار لها بعينيه تحركي رجعت شافت قدامها وهي تجي عينيها على راكان واقف مصدوم وما مطيقش باللي هي قدامه قال لها غا تير وجه كي يجري شدها من كتابها بجوج كي يقلب فيها واش بيها شي حاجة عاود شاف وجهها وتبسم وقال الحمد لله موقع عليك والو فين كنتي بغيت نحمق وانا كنقلب عليك وهوي حنحن صخ عاد نتابه راكان لصخ كانوا واقف كيف ملاك الموت حاضيهم وعيني حمرين قال ليه راكان اه سخر انت هنا سخر قربوا مدددو ودفعوا بعيد عليها حيث كان باقي شد فيها من كتابها تغرب راكان من رد فعله ورجع شاف غدير اللي ساكتا وعينيها باقي من دبنين رد البال المونطولي كان نابس سخر قبيلا لكتابها راكان كيحك في عنقو من نور وقال واش كتعركوا بعضياتكم وهو يقول له سخر السؤال الصحيح هو فين كتعرفها انت واقفين مقابلين مع بعض واحد كيشوف بالاخر واحدة واحد ما بغي يجاوب وهي واقفة جنبهم ما عرفت باش تفلات خافت راكان يقول بلي المريضة دياله ويجبت سان ديالسخ ويلم شاح تعرف كل شي اليوم غيبيتها في البناقة خاسها تدخل وتقول شي حاجة ما خاش سخر يعرف والو جمعات قوتها ونطقات وقالت راكان هو خطيبي وهو يقول لها سخر عاودية شنو قلتي غاديير حضرات عينيها وما قدراتش تشوف فيه وشدها من دراحة وقرب عليه كي يكشكش في وجهها قال لها واقولي هاضري شنو قلتي كتضحكي علي يا ياك خطيبك اينا عام هذا راكان قال لي سخر طلق منها اش هاد التصرفات شوف كيفاش كتترعد راكت تعامل مع بنت ماشي راجل وهو يقول له سخر ما تدخلش حسليك ياك ما تيقتي باللي راك خطيب هاد بالصح وهو يقول لها راكان سيف غرفة الانعاش وقعت لي حادثة تسير غير سمعت كلماته وهي تجمد في بلاستها وفجأة تردخعت مع الأرض مغمع ليها تلفت سخر مخرج عينيه وهبط عندها كيحرك فيها واحترا كانجة كيجري وهبط على ركبته كيقلب فيها ولقاها فقدات الوعي مت ايته بغي يهزها وهو يخنزر فيه سخر وهزها ودخل بها الغرفة دخلت الممرضة وقالت لي هم ينصرفوا باش تفحصها خرجوا بجوج وكل واحد بواقف في الكروار في جيها وامتكي على الحيط مقابلين وكيشوفوا في بعضياتهم السخر قال كيف بقى؟ وهو يقول له ركان حالته ما زال ما مستقراش قال السخر علاش كدبات؟ وهو يقول له ركان شكون قال لي كدبات؟ السخر قال من نيتك كتقولها وعينيها كيدورو في وسط رازها وكتفتف وعمرها دكراتك كانت ناسيا كلها كيفاش ركان قال لي هاد شي بيني وبينها ودابة فين كتعرف انت غادير السخر قال هم باللاتي نفكر وقيلها انسات ما قالتهاش ليك انا راجلها عند راسك علام انك تنص هم؟ اهدر من لخر ولا غادي نعرف بطريقتي ركان قال لي واش نحسب هذا استجواب ولا كيفاش ولكن نجاوبك باش ترتاح كان عرف غادير على طريق سيف هو اللي عرفنا على بعضياتنا سخر ربع ايديه وقال مهم كمل وهو يقوله ركان كمل من راسك عجباتني وخطبتها قال سخر صافي سيقتك الحضرة ماشي دابة من بعد وهو يقوله ركان اللي بالي قولت خالتي حتا تستوعبها على خاطرك بالي هم الباب تحل وقربوا بجوج كيشوفوا في الممرضة باش تحضر وهو يقولها سخر نطقي خلاص كيف بقعت؟ قالت الممرضة مزيانة غير حيت جسمها باقي دعيز خاسها تاكل باش ترت قوتها راها فاقت دخلوا عندها وهي تقول سيف بغيت نشوف سيف عافاك قال لي هارا كان اوكي غير تكمل السيروم وتاكله وندك عنده قالت غادير لا بغيت نمشي دابة عافاك سخر قال راها هدر معاك وشاف را كان وقال له هاني جاي رد البال حرك ليه را كانرا سبقه ودار شاف فيها مطولا ومشى خرج غادي في الكولوار وجبد التليفون وتصل بمرض وقال له جي لمستشفى دابة وجي معاك الماكلة وملابس داخلية نسائية وشي بيجامات سخان ودك الشي اللي كيتلبس في الرجلين مراد قال اه قال ليه سخر مالك مضحشر جيب الزفت اللي قلت ليه وصر برازق وقتع عليه جا راجع الغرفة حتى صونه ليه التليفون كان مل خدمة جاوب وقتع منير فيه اضرب الدورة وتخلي المسعد خرج كيقلب بعينيه على الممرضة لقاها وبقى كيوصف فيها على غادير وما يخلي وهاش تخرج حتى يرجع ومشى في حال اجلس راكان حدا غادير وقال ليها غادير صافي باركة من البكة شوية تسمع الدقان في الباب وقف راكان وحل الباب والقى مراد وهو يقول له الدكتور راكان سليماني ابتاسم راكان وقال مراد وهو يقول له مراد على سلامتك ام ترجعت قال ليه راكان مدة هات وكيشوف البلاستيكات وهو يقول له مراد اه هادو هو الصانع لهم الضابط صخر مدهم ليه وقال ليه راكان في نمشى مراد قال عندو اجتماع طارق حتى انا خسني نمشي قال ليه راكان هياش قضية هادي مراد قال سمعت بقضية سفاحة الطريق السريع راكان قال لي اهه سمعت بيها وهو يقول مراد هاديك علاش خداني اه والله مكره هناك تخدم معنا في هذه القضية الخبرة ديالك في تشخيص شخصية القاتلة غادي تسهل علينا نقربه منها كتر راكان قال اكيد انا في الخدمة في اي وقت وهو يقول مراد الى تجمعتي انتا وسخر كيف قبل غادي نقدرون القيوة القبض عليها اليوم قبل غدا امشى مراد وادخل راكانوا في ايديه البلاستيكات كيشوف فيهم ومعجب من تصرفات سخر ما موالفش ليه يهتم بشي حد لهذا الدراجة هز راسه وما فانتش ليه خادير في بلاستها تحل باب الحمام وخرجات وحدها هزات في عينيها اللحظة ورجعت حضراتهم بدات غادل بلاستها وقرم منها ومدليها البلاستيكة اللي فيها الماكلة رفضات التاكل بحكم ما عندها الشهية اصر عليها التاكل الى بغا تشوف زي او قلس مقابل مهاها حتى تأكد بالليكلات واخا كانت غير كتبزز على راسها وقفوا مدليها الحويج وقال ليها تبدل وخرج بعد مدة دقوا دخلوا لقاها غادة جاية في الغرفة قربوا شدليها في ايدها وخرجوا من الغرفة وتوجهوا الجهات غرفة الانعاش محدهم كيقربوا قلبها كيتقبط عليها شافت جهات سزاج وكانت واقفة مراعينيها دبلانين والحزن ظاهر على وجهها وراجل يكون في الخمسينات واقف بعيد شوية كيهدر مع شي طبي تلقات من ايد دراكان وقربات بخطوات بطيئة كأنها خايفة من داك شي اللي غادة تشوف وقفات مقابلة مع الزاجة وهي كتشهق ودموحها بدو كينزله حطات ايدها على صدرها والاخر على الزاجة كتشوف الشخص اللي كان كيشكل النور في حياتها كله سلوكا الشخص اللي كتستمد منه القوة كيبانى ضعيف وبدون حياة شهقاتها بدو كيعلاو حتى انتابهات لها ام سيف وبقيت كتشوف فيها باستغراب تقدم الراجل اللي كان واقف بعيد ووجهها درتول غادير بنبرة غضب قال ليها ما لنا قال سكت بكي علينا بحالي لا مات ليكش حد طلحها وهبطها وقال شكون انتي اللي دايرها هاد الحالة على ولدي سيف سيري بكيف تيساع واشحنا ناقصينك دارت عندو عينيها دام عيني شافها وهو يتسحق بحال ليلا دربو البرق كيشوفو ما امطيقش نفس العينين الباكيين اللي عمرو ينساهم ونفس الملامح كأنها هي اللي واقفة قدامه خرج عينيه وقال راجع باللوم بحال ليلا شافشي شبح كيحرك راسو بالله وعينيه عليها ما عرف باش تبله خرج مسرع من تمك تحت نظرات استغراب الكل حضرت راسها ودارت الجهة الزاجة بدون ما تهتم للهضرتو ولل ردت في علوم اللي شافها جا راكان عندها وقال ليها غادير خاسك ترتاحي راكي باقي عيانا وقوفك هنا ما عندو باش ينفع بداتك تترجى فيه وقالت عافك خليني ندخل عندو غير شوية قال ليها راكان ما غاديش يخليوك حالته باقي ما استقراتش الأم ديالو ما سمحوش لها تدخل عندو دارت غادير وشافت فيها عاد نتابهات وجودها شافت فيها بحزن ورجعت كتشوف فيه منزاجها وهي تقول سيف غادي عيشة خالتي أنا متأكدة غادي عيش ما يمكنش يمشي ويخلينا قربات منها الأم وشدات لها في إيدها وقالت انتي غادي رياكي حركات لها غادي رأسها بقاها وهي تقول الأم شحال كان كي عاودي عليك باينك يعزك بالزعب هو حنين وعزيز عليها الناس اللي قلبهما بيد بحاله كنت مقصرة مع ولدي بلا قياس وكنت عاقب عليها دابا يا ربي ترجعوا لي إلا ترات ليش حاجة غدا نموت يا ربي تشافيه يا ربي وهو يقول لراكان سيف غادي صح ويرجع كيف كان هو ماشي من النوع اللي كيستسلم وهي تقول الأم أمين يا ربي ركان قال غادي يلا في الصباح وترجع تشوفيه قربات من أم سيف وعنقاتها وبدو كيبكي وبجوش المدة عاد بحادات عليها شد لها في إيدها وغادي جارها مورها حتى وصلت للغرفة ديالها دخلات ودخل مورها وبقى متبحة بحينيه حتى شافها دارت على جنبها وعطاته بالدهر وهي تقول غير سير لما نزيد نعطبك ركان قال لها كتجري عليها قالت أه لا غير قاطحها وقال انتي المريضة ديالي إلا ما هتميتش بيك بي من غادي نهتم مليت نعسي غادي نمشي قالت ليه غادير شكرا وبعد ساعات سالة الاجتماع وخرج صخر متاجه للمكتب ديالي كان التليفون كيسوني جبدو وشاف شكون وقطع وردو لجين ادخل المكتب وبعد لحظات خلطو عليه الفريق أعطاء آوامره وكله واحد كلفه بمهمة نصارفه وناد خرج ومشال داره دووش باش يصحصح والبس واختطه موبيل وتوجه ديري كتل سبيطار كانت لخمسة ديال الصباح طلع لغرفتها وحل الباب بشوية ودخل حس بارتياح فاش مبانش ليه ركعان حيت كان متوقع يلقاه عندها قرب للباياز وكانت غارقة في النعاس ومغطية حد تخسرها جرع لها لغطاء حتى الكتافها ابقى محني وشاد في لغطاء بإيديه وعينيها لشفايفها قرب اكتر وحط شفايفه عليهم حس بحال ليلة ضربوا الدو صد عينيه وبقى مدة غير حطهم عاد بدك يحرقهم بخدوق بعد وهو ما ساخيش يتلقهم ومشى وقف قدام النافذة اللي بدك يدخل من هالضو امراقب شروق الشمس وتفكير ومشغول بش حال من حاجة اولها هو اشنو كيديرها علاش كيتصرفها كوقت ما شافها تفكر ساندي وهز التليفون دوز نمرتها ولقاه طافي تعجب من اختفاءها هاد الايان كانت كل ساعة كتصني لي وفجأة وقفات واللي جاه اغرب انها ما لحظاتش غياب خطاء اللي بايتها خارج الدار وما سولاتش فيها دار شف غدير مطولا وخرج من الغرفة خايف لا يرجع يدير شي تصرف بحال قبيلة انزل التحت وخدق قهوك حلا وخرج للجردة اجلس في احدى الكراسي وشعل سيجارة كيدخل فتحات عينيها كتشوف في السقف المدة وهي تنوت قافزة من بلاستها خرجت من الغرفة مسرحة وهبطت في الدوج غادة وشعرها مطلوق على كتابها غير قربات من جهة العناية المركزة وهي تجي عينيها على ام سيف اللي قيلتها في الكرسي وصوت بكاها وواصل عند غادية وصلت عندها وتلاحت عليها وعنقاتها بالجهة وهي تقول لها الام الله يا ربي على ولدي كبتي ما يستاهلش هاتشي اللي واقع عليها يا ربي ما تحربنيش من ولدي وبدا تكتبقي بعديت عليها غادير شوية وشافت فيها بتساؤل قالت خالتي سيف ماله شنو واقع عليها وهي تقول لها الام ولدي فاق هاد الصباح وخاصو عملية ملحقتش نفرح برجوعه لنا حتى صدمني الطبيب سيف خاصو عملية زرع الكيلة في اسرع وقت قلت للطبيب نعطيها ليه نعطيهم ليه بجوج غيري وقف على رجليه ولكن قال ليه إلي عندك شي مرض مزمن مايمكنش تبرعي ليه وأنا بنتي عندي سكري الله على ولدي الله غادير بدا تكترب على صدرها براحة إيدها وقالت أنا خالتي أنا انت برع ليه وهي تقول لها الام بالصحة بنتي باغت تبرعي ليه قالت غادير ايها خالتي انت برع ليه جراتها الام عندها وضماتها بقوة وقالت الله يجازيك بالخير بنتي الله يفرحك ويخلي ليك اللي يعزيز عليك خيرك عمرني ما غدا تنسى قاطح هضرتهم الطبيب اللي وقف عليهم وقال ما دعم كانت أسف ولكن عندي ليك أخبار ما زويناش كين خصاص في بنك الأعضاء كينين الناس في اللائحة سأبقين صعيب بزيف نلقاوليه كيليا في وقت سريح وقفات غادير مقابلة معاه وقالت دكتور معافك أنا غدا تبرع ليه غير دير ليه العملية هو يقول لي هالدكتور اوكي ولكن أولا خاصنا ندير ليك فحوصات وتحاليل باش نشوفوه واش ما مصاباش بشي مرض مزمن او معدي وخاص يكونوا الأنسجة ديالك متوافقا عديال المريض وهي تقول لكم كيفاش هولدي يعني تقدر ما تبرحش ليه قال لي هالطبيب من بعد فحوصات ونشوفو وشاف غادير وقال ليها تفضلي معايا غادير شدات في ايد الأم وقالت خالتي ما تخافيش ان شاء الله غدا يكون كل شي هو هاداك أنا حاسة غير دعمها تبعات غادير الطبيب حتى وصلوا المختبر كلف ممرضة تدير ليه هالتحاليل ودكشي ليكان ابقات أم سيف جالسه وقد دعم عولدها وآملها في الله وفي غادير هزاد راسها وهو يبال ليها واقف وعينيه كيتوره في المكان كأنه كيقلب على شي حد قرب ليها أمتك قال انتي هي أم سيف قالت آه هي أنا كتعرف ولدي جيتي تشوفه وهو يقول لها سخر كيف بقى قالت خاصة عمالية عمالية دي الزراعة الكيلة ياربي تقدر غادير تبرع ليه ياربي وهو يغوط بصوت عالي شنا هو؟ قفزات من بلاستها من ردت فعله بقيت كتشوف فيه باستغراب وهو كيشوف فيها وحجبانه مقوصين وقيت سنهات هدر قال ليها عاودي شنو قلتي غادير شنو غاداد دير وهي تقول له بغاد تبرع الولدي خاصة عمالية زراعة الكيلة بدا كيصوت ويتمتم والأم كتشوف فيه ومفزوعة دور وجهوه يتباليه غادير جاية وكتنزل لكم على إديها اللي فيها الفاصمة بيضة دار جوج خطوات ووصل عندها في لمح البصل ما حسات غير بإدها تنطرات وهزات راسها وهي تصدم عيني حمرين وخارجين فيها تحرك غادي وجارها مورها ما تصوق لا لغواتها ولا لكاها حل المسعد ولا حافي وغير تصد وورك على الزر ووقفه فبقات واقفة لاسقا مع الحيط بطهرها وحاطة إدها على دراحة اللي كتوزوز ودموحة بدو كيهبته قرب حتى لسق عليها وهو يخبط إدهم على الحيط حدوجها حتى تزعزعات وهزات عينيها كتشوف فيه وهي تقول له ايش باغي مني؟ أعطيني تي ساع ليش جارني معاك؟ ويش أنا لعبة ديالك؟ تدير فيها ما بغيتي وهو يقول لها سكتي قالت لا ما سعكتاش أنا بغيت غير نعرف شنو بيني وبينك حتى كنلقاك في وجهي كل ساعة قال لها سكتي قلت ليك سكتي دربات الطم شافت بيلي فعلا مع الصبر وهي تحدى راسها كطلبتك منه وهو يقول لها دعبة مزيح غادي نسولك وجاوبي باللاف هامات واش دك شي اللي قالت أم سيف صحيح أو لا لا بقيت ساكتا وشد فكها بيده مزيره وهزلي هاراتها حتى تقابلات معاه وقال باغت سعريني ولشنو سولتك جاوبي واش بالصح غدا تبرعي ليه؟ قالت أه غدا نتبرع ليه وهو يقول وما من تشاورتي ها؟ انتي واحد جوجك تحيس أخفانا ما خاصك غير تبرعي وهي تقول له ماشي شغرك نتبرعه لما نتبرعش جسمي هذا وحياتي هادي وانت ما عندكش الحق تدخل فيها جرها من دراحة حتى تسطحات مها مهبط وجوه حدوجها بناتهم سنتيمترات فقط وهو يقول ليها بصوت عالي عندي الحق نتدخل فيك وفي حياتك وفي جسمك وفي أدامك حتى هما عرفتي علاش حيت انتي ديالي سمعتيها؟ من الآن فصاعدا انتي ديالي شي حاجة كتخصني غاديرك تنطر منه وقالت أنا ما ديال حد طلق مني وفوتني عليك وهو يقول لها ها احنا غادي نشوفه قالت وهي كتبكي حشو ما عليك وقالت خليني نمشي نشوف سيف هو محتاجني دابة الشخص الوحيد اللي وقف معايا وكان ديمة في جنبي محتاج دابة نكون معاه نتبر عليه هو أقل حاجة ممكن ديرها على قبله عفاك خليني نمشي أرخى منها وهو غارق في عينها المدمعين هدرتها عصباته مبغاش يكون سيف مهم عند هل هاد الدرجة وفي نفس الوقت اضعف قدامها وهي كالترجاه باش يخليها تمشي وفي العشية تكلم الطبيب مع السيف وقال لوب اللي لقاهه متبرع بدون ما يقول ليه على هويته والعملية غدا تكون اللوم ونستعرف دخلات عنده الأم دياله اللي حماتها بكا أما هو ما كانش باين عليه الحماس والفرحة أنه لقى متبرع وغادي يسترجع صحته كان كا يتمنى يفقد الداكرة غير ما يبقاش عقل على الأحداث اللي وقلوه ندم علاش تخل الدار غادير وعلاش قلب حتى قيت صدم باللي وقع لعائلتها واختها الظلم والتعدي والاغتصاب اللي ارتاكبوه في حق إنسانا مدل مهواله دمروها ودمرو عائلتها ماتوا ناس أبرياء منورة أفعال شياطين وديام يستحقوا كتار من الموت واللي قاهره كتار هو فاش حيض السطارة للروحة وشاف الصور كانت صدمة عمره فاش لقى آخر واحد يجي في باله الأب دياله واحد من هاد الوحوش اللي كانوا سباب في اللي وقعوا دمر عائلة عز إنسان عنده خبروها دير باللي ممكن لها تبرع لزيف الأنسي جمى الطابقين وهذا الحصن حد زيف فرحات من قلبها وما حسات بحتدى الردية الخوف بالعملية حتى أنها ما سولات شواش فيها خطورة أوية ومن بعد جهزوها العملية دازل الوقت وتفتح الباب وخرجوا سيف هو اللوي دوزوه لغرفة دياله عاد خرجوها كان باقي شد فيها البنج حطوها في غرفة حد ديالسي من بعد ما طمأن الطبيب على وضحها خرج وبقات ممردة كتقاد لها سيرون فتح صخر الباب ودخل وما شافش في جهة الممردة حالينا ما كينهاش قلت في الكرسي اللي جنب البايوس وشد في ايدها حطها على فموها مضعينيه وبازها الصخر ما اهتمش للممردة ولا لاركاب ابقى شاد في ايدها بين ايديه وحطها حد الفموه الساعات اللي كان كيتسنه وهي في غرفة العمليات داتوا عليه تقالي وحس بشي حاجة في صدره مزير عليه أحاسيس جديدة عليه كي يجربها تغيرات في تصرفاته وهو ما ما عيش عليها وحيت هو صخر كي يدير كيف يبغى ما هامه لا تفسير ولا والد را كان ما بقاش قادر يستحمل المنظر وخرج من الغرفة والتاجه عن سين اللي بعد مستاعف تعينيه ببطر ونادت الأم ديالو كتجري عنده وعنقاته بالشوية وباتت ليه راسه ومقداتها طرحة تبست بليها وباس لها ايدها كي شاف جهة فوتاي بين ليه الأب ديالو جالس وكي شوفيه واختفت الابتسام على وجه زين حاولي تقعد بسرعة وزير على عينيه حيث تعقل سعداته الأم ديالو ودارت ليه مخاد دورة دهر سند عليهم وشاف الأب ديالو بندرات كلها كراهية واحتقار وانتق خراج وهي تقول له الأم ديالو سيد شوية عليك ولدي يلا خارج من عملية قاطحها سيف وقال ليها قولي ليه يخرج ما بغيش نشوفه وجهه قدامي الأب وقف قرب عندهم وقال ولدي سمعني هو يقول له سيف ولدك عاد بنت ليك عاد حسيتي بلي عندك ولد من اليوم أنا ما عندي أب هاد الكلمة بزداف عليك واحتى كلمة إنسان بزداف عليك هي تحس الإنسانية ما فيكش خراج عليها وهي تقول له الأم ديالو والدي لا يرضى عليك ما تتحرك شراء غادي تحلو ليك الغراج وفي الغرفة المقابلة كانت باقة إيد صخر شادة في إيدها والخرة كيلعب بها في شارها ويدوذ على خدها وجنب شفتها حس بالتليفون كيف يبرين وجبدو شاف شكومة وقتع وبغير رجعوه احتجاه مساج فتحوه وذاعف وبدأ كيقرأ وعيني خارجين في الشاشة ديالتليفون والأعصاب كيلعبوا عليه رجعوا الجيل وقرب عند غادير واتتحذر وباس لها راسها بحنية قرب لوذنها وهمس بصوته الرجولي انتي ديالي غادير ديال سخر بعد ووقف غادي لجهة الباب ورجع دار قرب عندها واتتحنع لها وباسها خرج من الغرفة وغادي بخطوات مسرعة أهبطوا ركفة توموبيل ديالو كثيرة سمعات الباب تزد وهي تزير إيدها على الفراش حلات عينيها وكانوا حمرين ومدمنعين باقي كلامه اللي همس كيتردد ليها فدنيها كانت غدا تكون أسعد واحدة في الدنيا بها درسو لو أنه انتق باسميتها ماشي اسم غدير قلبها حرقها وحسات بأكبر شمتها ممكن تحس بيها كرح عميق تغلغل في الداخل ديالها كل شي تسمح فيه إلا أنه سخر نضيع منها كيفاش تسمح فيها وهي اللي بغاته بكل جواريحها وهو بغا غادير وهي تطلق غوطة على حرجاتها تقعدات من الفراش بسرعة حتى حسات بألم رهيب جنبها حيدات لغطة وطلعت الكسر وهي تشوف فاصمة كبيرة في جنبها ونونها والأحمر ما عرفت باش تبلات اشنو قح ليها واشنو كتدير هنا وعلاش صخركان مع غادير وديال هاش هاد الجرحة هاد شي كيدور فراسها وفي نفس الوقت كتفكر تخرج من هنا وقفات بصعوبة ولبسات بالخف برجليها بلها كاب مليوح فق الفرد هزات ودارتو على كتابها وتوجهات الباب خرجات وغادة جي هتتدوش هبطات فيهم حيت خاوين وخرجات من المستشفى بديك الحالة غادة وكتتألم ما عارفاش باللي عاد خرجات من عملية وجي اسمها باقي قدعي شيرات التاكسي وركبات حطها قدام العمارة وقالت لي باللي ما هزاش مع هالفلوس غادة تطلع تجيبهم ليه ازعفوا بدكين قل خرجات ووقف هو التاكسي وتبحها ما مزاقلش طلعوا في المسعد وخرجات منه وضارت شافت فيه تحدرات بالشوية وجبدات من بحبق صغير جنب الباب استعروض لقاته متبح معاها وخنزرات فيه وفتحت الباب دخلت لغرفتها مباشرة وخضعت الفلوس وعطاتهم ليه وصدات الباب رجعت للغربة ومشات البلاكار وجبدات شنطة كبيرة وبدات كتعمرها بالحواج وكتجبدو اللوح شات دفجن بها وخدامة بإيد وحدة دكسات الحواج فتحات واحدة جيها كانت من صورتها وخدات قاعدة كشي ولحتو في الشنطة وقفيت قدام اللوحة بحكم كتزرب ما نتابهاتش أنها ما مغطيهاش وبدات كتنطر في الصور والورقة اللي مقطعة من المذكرات اللي فيها الأسماعة حطات كل شي في الشنطة وتوجهات للمكتب فتحات المجر الأخير بان لها دكشي مخربق وغير ما بانتش لها المذكرات وبدات كتترحد وصحرات كتضرب إيدها فوق المكتب وكتزرب والوحيدة اللي جات على بالها تكون لقاتها وهزاتها هي غادية وبعد نوبة الغضب اللي كانت بيها وقفات وخدات ما تلبس زولات دكشي اللي كانت لابسة بانت لها الفاصمة غارقة بالدم وجبدات علبة الإسعافات الأولية وقلسات في طرف السرير وبدلات علي هادك الشي حيدات الفاصمة وبانوليها شي غرزات تحل والجرحة شوية كبيرة فكرات حتعيات ومعرفاتش شنو سبب هاد الجرح مسحات الدم وهي عادة على شفتها دارت فاصمة جديدة ولاحت لقديمة في سلة المهملات لبسات وصدات الشنطة واخدات ساكادو ودارت فيه قا حاجاتها اللي غادت حتاش حلات لمجر لحده النموسية وكان فيه تليفون آخر شعلاتو وخشاتو في الجين جرات الشنطة وخرجات من البيت ووقفات في وسط الدار كتشوف كل زاوية شافت جهة بيت غادير وعقدات حواجبها ودارت ساكادو في ظهرها وجرات الباليذة خارجة من الشقة وهي عازمة عمرها غدا ترجع لها وهيد الشي كان طابق حتاع الغادير فاق سيف وقالت ليه الأمة ديارو أنا غدا النوت نجيب لك شي حاجات تاكلها وندوز نطل على غادير ما زال قا ما شفتها استغرب سيف وقال ليها على مالها غادير شنو واقع عليها وهي تقول له الأمة ديارو راه هي اللي تبرعات ليك مسكينة من اللي جات شافتك وهي مقفور عليك وش حال بكات عليك كانت أموك تهضر ومسمحتها حاجة من غير هي اللي تبرعات ليك بقى جامد في بلاستو ودنيه كي يصفروا أعصابه كل هات شدات فجأة قفز من بلاستو غير مباري لجروحه اللي باقى جديدة وجهه عامر جروح ولكن معه ميقاش وراسه ملوية عليه فاسمة عاد الفتح اللي في كرشه وصل الباب وفتحه وخرج ومشا كي يقلب على غادير المشا فتح الباب ودخله هو منهوف باش يشوفها حتى كيباليه الباياز خامه فشل وطاح على ركابيه ساهل في الباياز اللي خامه شوية ناد كيجري يفتح الحمام وما لقاهاش ودار خارج احتشاف الأم ديال ودخلات مع الباب ومنوراها الممرضة اللي جات تطلع لغاديها توجه عندها كي يسول فيها قال ليها فينا هي المريضة اللي نحسبها في غرفة وهي تقول له الممرضة خليتها هنا ومعها وحد الراجل يلا جيت باش نطمأن عليها ونشوف واش فاقت تفتح الباب ودخل ركان وشاف هم كلها واحد وملامحه شاف جهة الباياز وما بانت ليش شاف في الزيف اللي باينة واصلة فيه العدم وقف مقابل مع الممرضة وشاف فيها شوفها قصحة وقال شنو قلت أنا قلت ليك المريضة مسؤوليتك ما تغيبش على عينيك أحسن ليك تكون في الحمام ولا ما غيري عجبك حال الممرضة بدت كثرة حد وقالت والله إلا مشيت غير نقضي وحد الغارات وخليت معها هدك الراجل قال ليها ركان وفين هي واش داها معاه قالت لا شفته قبالة خارج بوحده ما كانتش معاه وغير كملت وجيت ديري كتلة هنا ركانش نقع عليها ودفحها وقال خرج عليها ما فيكو منفح خرجت كتب فيبري بقى واقف كينهج ومعارف كين غدا تكون مشانس اندم اللي تباوت من حداها شاف في سيف وبان ليه غير ساحي ومحطم قرب عندو وربتح لكتفو وقال له سيف ما عندك لاش تخاف غادي نلقاها انت رتاح دابة وانا كان وعدك غادي نلقاها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر